تمكنت المبادرة الرئاسية العناية بصحة الأم والجنين منذ انطلاقها وحتى اليوم من فحص مليونين واربعمائة وثمانية وثلاثين ألف سيدة وذلك تحت شعار المبادرة الرئاسية ميت مليون صحة تضمنت المبادرة متابعة حالة الأم والمولود لمدة اثنين واربعين يوما بعد انتهاء الحمل وذلك الاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود واتخاذ الإجراءات المناسبة تأتي المبادرة ضمن خدمات الوحدات الصحية ومراكز الأمومة والطفولة في إطار تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها رعاية الأمومة والطفولة وتشمل إجراء فحص كلينيكي لتقييم الحالة العامة للحامل والجنين واكتشاف عوامل الخطورة التي قد تصاحب الحمل وكذلك تشمل التطعيم ضد التفاقس